الرز بالحليب والإشطاء هالوصفة كبار أو صغر شتاء أو صيف بارد أو سخون على الأغلب كلياتنا منحبها ومنحب نحضرها بالبيت لأنها وصفة سهلة وبسيطة قال بجوكم لأتراك و بقولكم إحنا اللي اخترعنا الوصفة مش عارفين إنه إحنا ملوك الرز بالحليب بالبداية رح ناخد كوب من رز تايجر أنا مناقعته بس غسلته بعدني رح حطه مع ثلاث أكواب من المي وأتركه على النار تقريبا عشر دائلة لحتى ينسلق الرز تماما ويستوي رز تايجر رز أمريكي فبطلع معاي بطريقة كتير طيبة رح أاخد بعد ما تنشف المي عن الرز أربع أكواب من الحليب السائل معلقتين كبار من النشا وأحركهم مع بعض على البارد وأضيفهم فوق الرز رح نضيف نس كوب من سكر شعبة بتقدروا تضيفه أكتر تقدروا تضيفه أقل حسب ما أنتوا بتحبوا بعد ما يبلش يسير القوام عندي كثيف رح أحط علبة إشطاء وهنا كل السر كل طعم الرز بحليب رح يخترب معلقتين ماء زهر هلأ في ناس بتحب تاكلوا سخون فبتقدروا تخلوا القوام شوي على النار لا يصير كثيف أكتر وفي ناس تحب تاكلوا بارد انتوا حرين بس أنا بزينوا بجوز هند فستوا أحرابي رشة قرفي ودوقوا هالوصفة شو طيبة